كشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه والذي يؤكد على المرجعيات الأساسية للمشاورات والمتمثل بقرار مجلس الأمن الفين ومائتين وستة عشر والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار مؤتمر الحوار الوطني وتضمن بإلغاء اللجنة الثورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخرا عن تأسيسه في صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح وانسحاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال خمسة وأربعين يوما وتشكيل لجنة عسكرية من ذو الكفاءات والخبرات تتولى الإشرافة على الانسحابات وتسليم السلاح وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال خمسة وأربعين يوما ورفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدماتهم المشمولين في قرار مجلس الأمن رقم 2216 وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسي أو تشكيل حكومة شراكة وطنية اشتركوا في القناة